ومن بين قتل الدفاع المدني فجر اليوم بمدينة سرمين السورية المصعف محمد ديب أبو كفاح الذي عرف عبر مقطع مصور انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينتشل طفلة من تحت الأنقاذ وتذرف دموعه فوقها وأثرت وفاة المصعف أبو كفاح موجة حزن على مواقع التواصل الاجتماعي إذ وصف مغاردون على موقع تويتر موته في سوريا التي تذرف دمعا على من بكت عيناه لإخراج طفلة من بين الأنقاذ